منذ أن انتهت المواجهات العسكرية وتحولت الحرب إلى عمليات السنزاف في منتصف العام 2016 يعاني ملايين اليمنيين من انقطاع الطرقات المباشرة بين المناطق التي تسيطر عليها أطراف متنازعة أغلب المنافذ الحدودية البرية والبحرية مع دول الجوار مغلقة مع فتح جزئي لمطاري عدن والمكلة وإغلاق بقية المنافذ والطرق والمطارات لا يتوقف تأثير هذه الحال على فئة من الشعب دون أخرى لكنه يطال الفئات الأضعف بشكل أكثر تأثيرا حيث يعجز الكثير من المواطنين عن السفر للعلاج أو الدراسة في ظل غلاء أجور النقل وطول مسافات الطرق ونقص درجة الأمان وسيطرة ميليشيا تابعة للإمارات على الطرق المؤدية إلى مدينة عدن والتي لا تتوقف عن مضايقة المسافرين ومنعهم من الوصول إلى وجهتهم بشكل مستمر ورغم طول أمد معاناة اليمنيين من إغلاق الكثير من الطرق والمطارات يركز المبعوث الأممي جهوده في سبيل فتح مطار صنعاء وبشكل جزئي بحيث لا يستفيد منه سوى بعض من توافق ميليشيا الحوثي على السماح لهم بالسفر للعلاج في الخارج من جرحاها أو من سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة التابعة لميليشيا الحوثي بصنعاء لماذا تغيب عن أعين المبعوث الأممي ضرورة فتح مطار صنعاء لكل المسافرين دون قيد أو شرط ولماذا تتجاهل جهوده معاناة ملايين اليمنيين إن قطعت عنهم طرق السفر بين صنعاء ومأرب وصولا لحضر موت وبين القسمين الشرقي والغربي من مدينة تعز وصولا إلى غيرها من المحافظات تجزيء المنفات سياسة انتهجها المبعوث الأممي مذ تعيينه كواحدة من طرق تفكيك الأزمة اليمنية ولكن لماذا تضع هذه السياسة ثمرتها دائما في سلة ميليشيا الحوثي دونا عن بقية اليمنيين المتأثرين بظروف الحرب تقلص دور المبعوث الأممي من القدرة على حلحلة الأزمة السياسية إلى النجاح في نقل سبعة مرضى على طائرة خاصة وهكذا تبدو كل حلول المبعوث الأممي لأزمة أنهكت كل اليمنيين